كشفت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الأربعاء عن حملة ترويجية جديدة ضمن خطتها التسويقية أطلقت عليها أن لاعب رقم 12 تعكس في مضمونها دور مسؤولية الجمهور الأردني في إنجاح البطولة التي ستقام على أرض الأردن باعتباره اللاعب رقم 12 المتمم لفريق اللاعبين 11 على أرض الملعب المهندس صلاح صبرى أكد أن الجمهور من أهم العوامل لإنجاح استضافة البطولة كونه الركيز الأساسية لإضفاء طابع الحماس والروح الرياضية نحن كلجنة منظمة لكأس العالم نفتخر بهذه الاستضافة على مستوى العالم نفتخر أن هذه الاستضافة لم تستطع دول كثيرة ودول غنية من القيام فيها نفتخر اليوم أن الموضوع الاستضافة أصبح مشروع وطني وكل أبناء الوطن كل مؤسسات الوطن تشاركنا هذا التفاعل تشاركنا العمل تشاركنا في هذا الجهد ولقاءنا اليوم أحد اللقاءات المتكررة السابقة واللاحقة إن شاء الله في دعم إنجاح هذه البطولة وبالتالي نحن نعول عليكم كثير في إنجاح هذه البطولة نحن متعكدين ومن البداية قلنا أن الإعلام والإعلام الرياضي بشكل خاص هو شريك إلنا في اللجنة المنظمة وبهمنا جدا اليوم نبرز هذا المشروع الوطني نبرز الجهد المبذول مشروع كبير له إرث حقيقي وكبير ومتنوع سواء في المجالات الرياضية أو السياسية أو الاقتصادية وبالتالي هو ملك لكل أردني حق لكل أردني وهذا الملك وهذا الحق كل واحد فينا يفتخر إن نشارك في إنجاح هذا الحفل وتعد استضافة البطولة في الأردن إنجازا وطنيا تاريخيا وملكا لكل أردني وأردنية لذلك يأتي التركيز على الجمهور كمفتاح نجاح حقيقي وذلك بتوجه المزيد من العائلات إلى المدرجات ضمن قيم الرياضية والسعي إلى إعادتها وتعزيزها حازم السردي الحقيقة الدولية